خمسة أشخاص على الأقل قتلوا والعشرات جرحوا من بينهم ستة إصابتهم خطيرة وذلك إثر خروج قطار عن سكته في فلادلفيا شرقية الولايات المتحدة وانقلاب عدد من عرباته وهي تقل حوالي 250 راكبا كانوا يقومون برحلتهم من واشنطن إلى نيويورك ولم تعرف أسباب هذا الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من الليل غير أن محققين بدأوا بجمع معلومات بشأن خروج القطار عن مساره